نظمت مجموعة من جمعيات ونوادي الجاليات الأجنبية المقيمة في مملكة البحرين مساء اليوم احتفالية البحرين للكل والكل للبحرين في نسختها السالسة وذلك منتزه الأمير خليفة بن سلمان بالحد حيث شهدت إقبالا كثيفا من جماهير المواطنين والمقيمين الذين استمتعوا بالأنشطة الفنية والتراثية التي قدمتها الفرق الموسيقية البحرينية والأجنبية في أجواء من السعادة والفرح التي جسدت ما تتمتع به مملكة البحرين من التعايش بين كافة مكونات المجتمع وعرب القائمون على تنظيم الاحتفالية عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو رئيس الوزراء على رعايته واهتمامه بهذه الاحتفالية المتميزة التي تعكس طبيعة المجتمع البحريني القائم على التسامح وإشاروا إلى أن احتفالية البحرين للكل والكل للبحرين على مدى ستة سنوات استطاعت أن تزرع السعادة والبهجة في قلوب الجميع من المواطنين والوافدين ونوه القائمون على تنظيم الاحتفالية لأنها تسعى إلى نقل حقيقة ما تتميز به مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة كبلد منفتح يحظى فيه الجميع باختلاف جنسياتهم وعراقهم ودياناتهم من احترام وتقدير وباعتبار مملكة البحرين نموذجا مثاليا في الوحدة والتنوى ترجمة نانسي قنقر